ازايك يا حبايبي عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير يا موليد برج الحمل. برج الحمل عندنا النهاردة ان شاء الله الاراية العاطفية. اه نشوف احوالك و احوال حبيبك والطقات اللي انتم فيها ايه? والله نبدأ حالا بسم الله. متنسوش يا حبايبي تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب. تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. انا كنت اه نوية اه وانا بعمل كده. اول حاجة بتاقة بتاعتك انت فتاقتك انت اهي واقعت. هنديها اهي. نشوف طاقة اه الشريك. بسم الله. بس حاملوا كارت بقى. طيب. شايف الطاقة بتاعتك انت يا برج الحمل الفترة دي? كأن عندك تغيير مفاجئ. شايف كده في عصفة كده هبت فجأة. في حاجة عندك في العلاقة العاطفية فيها تغيير مفاجئ. اول علاقة الفترة دي بتمر اه بحاجة كده كأنكو في تزبزب في العلاقة مع بعض. اه حاسس بعدم اه اطمئنان او بعدم راحة. حاسس بان مشاعرك مهددة في اي وقت او الموضوع ماشي كده بالمزاج على حسب مزاجك او مزاج الشخص اللي قدامك. اه في تغييرات عندك. الدنيا شايفها كده كده كأنه في استعداد كده عارف الاستعداد اللي قبل العاصفة كأنه في كأنك بتستعد كده ان انت عايز تيواجه شركك بحاجة. عايز تقول له حاجة معينة. اه ولكن اه بتحاول الفترة دي ان انت تفهم نفسك او تفهم قلبك. عايز اقول لك كمان انه اللي هيحصل ده هيبقى وراء خير. يعني فانت اتطمن. اتطمن بس حاول تبعد كده وتلملم نفسك وتهدى مؤقتا كده لحد ما الفترة اللي فيها العاصفة دي تمر عليك بسلام يا برج الحمل. و اه كل حاجة هتكون زي ما انت عايز وهتمشي زي ما انت بتحاول ان انت تخطط لها. فحاول ان انت اه ما تواجهش اي حاجة دلوقتي لانه ممكن تطرق كده انتكاسات انت مش تكون متوقحة. فممكن تعمل معاك تغيير في بعض الحاجات او في الافكار او تبص للشريك بنظرة تانية. ولكن اه حاول ان انت تهدى. وحتى لو اللي قدر ان انت يعني خسرت فرصة مع الشريك سابق او شريك حالي. فتأكد ان الكاتل ده بيقولك ان في فرصة لشخص تاني اه الفترة الجاية دي ان شاء الله. فحاول ان انت تكون واضح مع نفسك وما تاخدش كل حاجة بعصبية. وحاول ان انت تهدى والامور معاك هتكون على ما يرامو هتكون لصلحك يا برج الحمل. يعني الامور ان شاء الله هتكون لصلحك. حتى لو التغيير ده جه مفاجئ. لكن انا شايفة انه انت بتقوم اي تغيير. يعني انا شايفة انه انت برضو بتحاول تقوم اي تغيير اه في حياتك. رغم انه فيه تغيير هيحصل بس انت بتقومه. فحط في دماغك انه حتى لو حصل التغيير ده فهيكون التغيير ده لصلحك وهيكون اه للخير يا برج الحمل. فحاول ان انت اه تتريس وما تاخدش اي كرات سريعة مع الشخص اللي قدامك او مع الشريك. انا شايفة تاقة بتاعتك كده فيها تاقة تغيير. بتغير لايه? بتجهز لورق ايه? في عندك تاقة تغيير عموما يا برج الحمل. طيب. دي تاقة اه الشريك بتاع برج الحمل. انا شايفة الشخص اللي انت بتفكر فيه ده او الشخص اللي في دماغك يا برج الحمل. بيحاول هو كمان يستكشف حاجة جديدة بينك وبينه في العلاقة. او بيحاول يحط حاجة جديدة بينك وبينه. يغير في الاسلوب. يغير في التعامل. بيحاول هو كمان انه يغير. يعني بصوا كده. بتويد وورلد. الكلاس ده بيقولك يعني ايه? بين عالمين. شايف كده التغيير? فيه تغيير حتى في شكل الكارت. الشخص اللي انت بتفكر فيه بيحاول انه يغير في العلاقة. او آآ بيحاول يتخلى عن حاجة هو مصرة عليها. بيحاول يحط افتراضات لحاجة معينة. كمان آآ هو في فترة شايف عنده يعني كأنه مزبزب. ليه? لانه هو هنا مش شايف ايه اللي هيحصل بعد كده. هو في حالة من التوتر والزبزبة لانه هو كمان مش شايف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. فانا شايفة ان الشريك هنا في حاجة كان هو مصرة عليها. او كانت في دماغه او كان بيفكر فيها. هيبدأ الفترة اللي جاية دي انه يتنازل عنها. وكمان ممكن يعترف لك بحاجة. ممكن يعترف لك بحاجة. شايفة بيطلق العنان هنا. وآآ بيحاول انه هو يغير في حاجة كان مصرة عليها. في مشاعره بقى في معتقداته في خراراته في رغباته. انت عارف بقى الطاقة بتاكت الشريك بتاعك اللي كان عليها ايه برج الحمل. لانه آآ شايفة هنا بيحاول انه هو آآ يغير من نفسه. يغير من طبعه. بيحاول يخرج من الحاجة اللي هو كان فيها. بيحاول يستكشف حاجة جديدة. عايز يطلع افضل ما في العلاقة اللي بينك وبينه. عايز يصلح يعني. عايز يصلح. شايفة مستعد. وآآ عايز يغير. ازا كانت حاجة الهالك وضيقك فيها فشايفة عايز يغير. عايز يجرب حاجة جديدة. كأنه بيتواصل مع ناس حواليه مثلا وبيشوف الخبرات بتاعة الناس الحواليه ايه? وعايز ان هو كمان يعمل تجربة جديدة تنجح بينك وبينه ازا كان فيه. لانه من واضح كده الاغلاب العظمى فيكو انه هم آآ في مشاكل بينهم. او الامور الفترة الاخيرة ما كانتشو مستكررة ده بناء على كارت بتاعة بتاعة بتاعتك وبتاعة بتاعة آآ شريكك. فهو بيحاول ينجح آآ العلاقة دي. وآآ ان شاء الله يعني هيحاول ان هو يخلي الامور آآ زي ما انت كنت عايزة او كان نفسك ان هي تكون آآ موجودة برج الحمل. خلينا نشوف الكروت بتاعة الطارد بقى حتى قولنا ايه? بسم الله. بسم الله برج الحمل نشوفك انت وهو بقى آآ ايه الطاقة دي او ايه اللي هيكون فيه تغيير. طيب انا شايفة هنا آآ انه العلاقات اللي كان فيها آآ انفصالات كتير. فيه منكم علاقاتهم كانت اون اوف يا جماعة بترجعوا وتتصلحوا وتتخصموا وهكزا والامور ماشي على كده. بس انا شايفة انه فيه آآ البعض منكم علاقاتهم قدرية. عندك هنا كارتل والفورشن. علاقاتهم قدرية بمعنى ان مقدر ليكم ان انتو تكونوا مع بعض. مقدر ليكم ان انتو تكونوا مع بعض. طيب يعني الشخص ده بيفكر يجي يخطبني اه بيفكر. بيفكر يجي يخطبك. يجي يتكلم رسمي او يجي يوطل العلاقة يخليها رسمية. طيب. شايفة برضو في نفس الوقت انه العلاقات دي كان فيها خبت امل كتير قوي. زي ما قلت لكم كان فيها قلني اوف. كان في امور مش ماشية او مش واضحة. وكانت الدنيا ملخبطة بينك وبينه. شايفة ان الامور هتبدأ يعني تهدأ. شايفة برج الحمل او انسة الحمل الفترة الجاة دي هتبدأ ايه تتعامل كده بهدوء وبرصانة والامور هتمشي كده يعني هتحاول يتاخدي كل حاجة بهدوء. هتحاول يتاخدي كل حاجة بهدوء. انا شايفة العلاقة دي. فيها ناس علاقاتها انتهت ومشي وصابوا بعض بس شايفة فيها رجوة. شايفة فيها رجوة. في حمل تقيل على برج الحمل. حمل تقيل على برج الحمل. كأن برج الحمل ساب حبيبه وفي نفس الوقت برضو لسه بيفكر فيه. لسه في حبة حب كده جوه برج الحمل. للشخص اللي تان معاه. بس اللي شايفة الشمس بترجعت الزاهر تاني. وشايفة عند العزة في علاقات جديدة هتدخل حياتهم الفترة دي ان شاء الله. طيب شايفة اني شايفة انه برج الحمل فتاقت الامبرور. والشريك شايفة فتاقت الامبرور. شايفك حد كده وثق الخطة زي ما بنقول. مركز على اهدافك. مركز على اه انت عايز تعمل ايه الفترة الجاية. عندنا كمان كارتت زي ماجيشن. الشخص ده هيحاول يرجع وهيحاول يعمل اي حاجة علشان اه يرجعت لي تاني. شايفة بيبدأ ياخد خطوة بيبدأ ياخد قرار ايجابي بيبدأ يعمل حاجة. عنده الكدرة ان هو يغير بقى الفترة الجاية دي ويحاول ان هو يرجع تاني لبرج اه الحمل. عايز يرجع. هو ما نسيش برج الحمل. هو ما نسيش برج الحمل. وشايفة البعض منكم كأنكم كده ايه? اه روح واحدة. بمعنى انتو لو مش بتتواصلوا في الحقيقة مع بعض. مفيش تليفونات مفيش رسائل مفيش مكلمات فس تو فس. بس انا شايفة ان انتو متواصلين بالروح. متواصلين بالروحكو كأنها واحدة بتحسوا ببعض. لو حصل عندك حاجة بيحسك. ولو حصل عنده حاجة انت بتحسوا. ليه بقى بقولك الكلام ده? لان انا شايفة هنا الزسان والويل فورشن. ودول كروت كده اللي هم ايه? الوحدة الروح الاليه او الوحدة مع بعض. متوحدين مع بعض. شايفة فيه تواصل روحي. تواصل روحي. العذاب زي ما قلت فيه حب جديد. الشخص ده او الحبيب ده ممكن تقابله في الشغل. هيكون فيه بينكم تواصل عالي جدا جدا. بينك وبين الشخص ده. وممكن يكون فيه بينك وبينه مشروع مشترك او آآ دراسة مشتركة بينك وبينه. فان شاء الله هتقابل الشخص ده في الاجواء قريب جدا جدا. فيه حفلة خطوبة زواج آآ آآ مناسبة اجتماعية. بتتجمع فيها انت والعائلة. وممكن تقابل في التجمع ده برضو الشخص اللي هو آآ هترتبط به. ده بالنسبة للعزاب. بالنسبة للعزاب. كمان زي ما قلت فيه ناس كان بينهم خلاص نهايات الامور وقفت. بس شايفة انهايات دي حصلت. علشان ترجع. العلاقة تاني من الاول تبدأ وتاخد مجرى جديد خالص. فيه حاجات من الماضي هترجع تصحى تاني. فيه حاجات من الماضي هترجع تصحى. فيه امور انت كنت خلاص قفلت عليها وقلت خلاص وما فيش رجوع. لا فيه رجوع. فيه رجوع. عند البعض مويد برج الحمل. وعلى فكرة البعض منكم سابوا بعض بسبب غيرة. البعض بسبب غيرة والبعض بسبب طرف تالت. طرف تالت ده ممكن يكون عيلة. يكون حبيب. يكون زوجة. بس شايفة فيه اقدام على الرجوع من الشخص او من الشريك. فيه حاجة يا ان انت اكتشفتها او انت هتكتشفها. او حلم هيجيلك يا برج الحمل. يا اكتشفتها يا هتكتشف عن الشريك او انت فيه حلم او رؤية هتجيلك. هتكشف لك حاجة عن الشخص ده. هتكشف لك حاجة. عشان عندك هنا كارد. فيه حاجة هتكتشف عن الشخص ده. وممكن تكتشف مين اللي وقع بينك وبين الشخص ده. يعني هتكتشف عنه هو حاجة. يا هتكتشف مين اللي يوقع بينك وبينه. العزاب لفترة طويلة. بقى لهم فترة طويلة عزاب. ان شاء الله هيدخل حد حياتكم. بالنسبة بقى للعزاب. خلينا اقول المعنومة دي او النصيحة دي للعزاب او المنفصلين. ان شاء الله هيدخل حد حياتكم. بس حاولوا بعد كده كل حاجة تخلوها سرا. مش كل حاجة تتنشر بقى وعى سوشيال ميديا. وننزل على الفيسبوك. وننزل على الانستجرام. وننزل حياتنا كده العاطفية. حتى لو كنتم مفاصلين ورجعته. خبه. داري علشان ماتك تقييد. حد ما الدنيا كده ايه? ترجع اه والعلاقة ترجع تبقى قوية زي الاول واحسن كمان. سمعيني يا برج الحمل? علشان في ناس نفصها مريضة. فانت اخد بالك. كمان اه العزاب ان شاء الله الشخص اللي هيجي. موصفاته كل ايتي. انت كده هتعرفه من اول طلع. ليه هيبة? حكيم? طموح? اه كمان اه بيتكلم وهوسك من نفسه. ولكن الشخص ده عنده هتلاقي عنده كده التقاليد بقى والعداد يعني بتسيطر عليه اكتر حاجة. يعني تحسه كده بيهتم بالتقاليد وبيهتم بالعداد. فاخد بالك راعي الحتة دي عشان هو هتلاقيه هو بيحب الحتة دي. هكون شخص واسك من نفسه جدا. يعني بياخد كرار بيقف عليه. يقول كلمة بتبقى بجد. ده بالنسبة للعزاب. او المنفصلين بس مش الشخص القديم. ده شخص جديد. يعني انتو مفصل بتسمع. ده شخص جديد. مش القديم. وللعزاب. اللي منتظرين حد يدخل حياته. هتلاقيه بيركز قوي على حياته العملية والعلمية وانه يعمل مشاريع يعمل شركات. بيركز على الشغل اكتر حاجة. وهتلاقي الشخص ده يعني هتلاقيه كده عنده حتة الوفاء في الحب. وفي. شخصي بتحمل المسئولية. شخص كلمته واحدة. شخص مقدام. هيجي كده عايز يتقدم ويدخل من الباب. حلوة قوي يا برج الحمل. خلينا بقى في الشخص اللي بيدخل من الباق. بلش تضيع وقتك كتفهات وفي حاجات يعني ما تعيش في الخليل كتير علشان العمر ما يسرحش بيك. خليك في حواليك في الواقع في الناس اللي بجد عايزة تكون معاك. في علاقات قدرية والامور عندك يا برج الحمل عاطفيا هترجع احسن من الاول. عندك ابراج الحوت. آآ سرطان حمل. طور. آآ دي الابراج اللي ظاهرة عندي. طور تاني برضو. وحمل. وسرطان. ركز في الناس اللي هتدخل حياتك. ودل. طيب. برج الحمل. آآ الشخص اللي هيرجع. من الماضي. هيجي عايز يقدم كاس الحب. يقدم الاعتذار. وانت بقى هتحدد. هتكمل معاه ولا مش هتكمل. خد معاك كمان. عندك هنا الاركينج وفوندس. خد معاك برج السرطان. وبرج الاسد. والعقرب والقوص. برضو ممكن يقول الشخص ده منهم. الشخص ده هيرجع يقدم عارضة او يقترح عليك اقتراح او يعتذر. او يعتذر عن حاجة صدرت منه في الماضي. بس هيجي مركز قوي الفترة دي بقى او يعني المرة دي هيجي مركز قوي انه عايز يصلح بينك وبينه. حطت كل هدفه وكل تركيزه على انه عايز يصلح بينك وبينه. هيجي كده آآ يعني يعترف. انا غلط تسمحني الكلام اللي انت عارفه ده. طيب. آآ كمان عندك الكينج اوف سورت برضو برج الجدي اول للدلو. آآ الجدي والدلو يعني. آآ الشخص الجديد الناس اللي عزيك زي ما قلتنكم الشخص الجديد ده هيكون طموح. وده تاني كارت بيأكد لي ان الشخص الجديد ده هيكون حد طموح. حد طموحه عالي. عايز يعمل مستقبل معاك. مركز قوي على حتة ان هو الشغل وانه يبقى ليه مستقبل وده حلو مش وحش. الشخص ده ممكن يكون آآ شغال في منصب مرموك. شغال في منصب كبير. هيكون فرصة حلوة يعني. فانت فكر كويس. فكر كويس. ولو كنت آآ رجل اللي بتسمعني فهتبقى سيدة في منصب مرموك. ليها مكانة وليها منصب حلو في الدولة او في الشغل اللي هي شغالة فيه. طب نشوف كروت المصايح بقى كروت الرومانس. تقول لنا ايه? بص بقى برج الحمل. انت في شخص سبته كان من ضمن الاسباب انه هو كان بوششين. انا وبيحاول يظهر انه هو آآ حد كويس وحد جميل وحد او وعدك بحاجة وما وفش بيها. مثلا قالك هنسكن في المكان الفلاني واكتشفت بعد كده انه هو آآ كذب عليك ولغى كل الوعود. في ناس على فكرة كان فيه بينهم ارتباط. ارتباط رسمي زي ارات فتحة زي خطوبة. وكنتم اتفقين على حاجات معينة. والحاجات دي ما تنفزتش. الحاجات دي ما تنفزتش. وده برضو خلى انه يكون فيه خلاف بينك وبينه وان انتو تسيبوا بعض او تنهل علاقة اللي كانت ما بينكم. فيه اشخاص كده. السيناريو التاني. انه ممكن يكون الشخص ده متجهلك جدا. وآآ بيحاول يبين ان انت مش في دماغه بس انت في دماغه. فاهميني? ولكن فيه حد خدعت. فيه حد كان لابس كنعم وزايف في العلاقة. انتبه ودور في علاقاتك كويس قوي يا برج الحمل. انتبه. حاول ان انت تعرف مين الشخص اللي خدعتك. اكيد انت عارفه. اكيد حد انت اه عارفه. طيب. كمان البعض منكم سابوا بعض بسبب فلوس. ساب المادة. كأن المال هنا في الفتر دي ارتبط بالحب. المال ارتبط بالحب. وآآ وكأن فيه مشاكل مادية هي اللي فرقت بينك وبين الشخص ده. ده عند البعض منكم. سابتوا بعض بسبب فلوس. ما اتفقتوش. المادة كان ليها عامل كبير او في الموضوع. طيب النصيحة بقى الكارت التالت بيقول هي لك. حرر نفسك. شايف وكأن الشخص ده كان يعني يوم ما سبته انت كنت احزت كأنه هو مسيطر عليك. انا قلت لكم فيه غيرة عند البعض. سبت بعض بسبب غيرة. وحسيت ان انت مكيد وان انت الامور عندك مش مزبوطة وآآ كنت متدايق. ولكن سيب نفسك. وخرج من اللي انت فيه. وحرر نفسك. واستمتع بالمشاعر الحقيقية اللي جواك. وآآ ادي لنفسك مساحة تفكر في الجديد وفي اللي جاي. وحب نفسك الاول. وانت هتلاقي كل حاجة حلوة. يعني ما تجيش على نفسك اكتر من كده. ما تجيش على نفسك اكتر من كده يا برج الحمل. وان شاء الله شايفه فيه امور جديدة. آآ شركاء جديدة جاية حتى لو كنتم منفصلين او عزاب. المنفصلين برضو فيه حد جديد جاي. يعني القديم راجع وبيفكر فيك برضو. ولكن فيه حد جديد برضو يدخل حياتك يا برج الحمل. برج الحمل. دي كانت قرأتك الفترة دي. اتمنى يا رب آآ تكون القرأة عجبتكو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. واشتركوا في فيديو جديد يا برج الحمل.